بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله عزيز الطلاب وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو مسائل على قاعدة أرخاميدس بعد أن تضبط الجودة على جودة عالية للوضوح الصورة وتشترك بالقناة سنبدأ بشرح أمثلة لكن قبل أن نشرح الأمثلة سنعرض ملخص طبعا عزيز الطالب قاعدة أرخاميدس هنا عزيز الطالب في قانونها يقاف تساوي واو ناقص واو طبعا واو حاو هو الوزن الحقيقي الذي يكون في الهواء وهنا الوزن الحقيقي هو واو ساوي كاف في جيم أو كاف طبعا تساوي كاف في جيم وتستطيع أن تعود عن واو في هنا كاف سفسة تستطيع أن تعود عن واو وهي الوزن الحقيقي والوزن في الهواء بحافثة في جيم وهو عبارة عن هنا الكثافة كثافة الجسم كثافة الجسم عزيز الطالب وهنا حجم الجسم طبعا هنا عجلة الجاذبية وووو الظاهري وهو وزن الظاهري ويكون في السائل والحجم حجم السائل المزاح طبعا حجم الجسم طبعا نعم نعرف دائما هو الكتلة على الكثافة والكثافة هنا تتكون للسائل وعجلة الجاذبية قد تكون هنا قاف تمثل عدة اما ان تكون هنا قوة الطفو أو وزن السائل المزاح أو الخسارة في الوزن كلها نفس التعبير لنفس الأمر هنا مثلا حجم جساء المزاح أو حجم الجسم أو حجم الجزء المغمور أو حجم الجزء المغمور كلها نفس الأشياء لنفس اللفظ عزيزي الطالب وهنا سنبدأ عزيزي الطالب بأن نعرض عدة أسئلة وهذه الأسئلة ستكون أسئلة من الكتاب وأسئلة من خارج الكتاب سنبدأ في البداية في مثال الكتاب وأسئلة الكتاب السؤال والمثال ومن ثم سنبدأ بعد ذلك في أسئلة امتحانات سابقة فلا تنسوا أن تدعمونا ولنبدأ على بركتنا طبعا في المثال الكتاب طبعا هناك السؤال السؤال يقول أنك مكعب وهذا المكعب عزيزي الطالب حجمه طبعا هو منعطيني الحجم عزيزي الطالب لأنه الحجم هو أساسي ممكن أن يعطيك الحجم بشكل مباشر وممكن أن يعطيك جزء معلومة منه وأنت تأتي بالحجم يعني مثلا مكعب ممكن أن يعطيك بالسانطي طول الضلع فبالتالي حجمه طول الضلع في نفسه ثلاث مرات تعلق في ميزان طبعا هذا الميزان نابض فكانت عزيزي الطالب قراءة الميزان 20 نيوتن وعندما غمر في سائل كانت قراءة الميزان 12 نيوتن أجد الطالب وألف هنا قوة الطفو واثنان يريد كثافة السائل طبعا هذا مثال دائما في الأسئلة لا يزبط أن تعطي المعطيات لأن المعطيات هي الأساس فيه فقال لك مكعب حجمه يعني حا وهنا حا واحد من متر تكهيب واحد من ألف تكهيب في ميزان فكانت قراءة الميزان هنا القراءة في الهواء يعني واو 20 نيوتن وعندما غمر كلمة غمر تعرف أن هذا السؤال هو أرخميدس فكانت القراءة في السائل طبعا السائل عزيزي الطالب غير معروف يريد كثافته وهو واو ضاه وهنا تمثل 12 نيوتن يريد عزيزي الطالب قوف ويريد كثافة السائل هنا المجهولين الأساسيين المجدانين عندك طبعا بما أنه أعطاني الوزن في الهواء والوزن حقيقي سنستخدم الشق الأول في القانون والشق الأول في القانون يتحدث عن نقاف تساوي واو ناقص واو ضاه طبعا واو ضاه عزيزي الطالب وهو الوزن الظاهري وهو يمثل الوزن في الهواء طبعا هو 20 ناقص 12 فيساوي 8 نيوتن هكذا قمت بإيجاد المطلوب الأول أما المطلوب الثاني بما أنك أوجدت القوة طبعا الشق التالي من القانون هو حافثة طبعا هذه للسائل في جيم طبعا قوة الطفو أنت أتيت بها وهي 8 الحجم معطينية وهو 1 من ألف الكثافة السائل مطلوبة عجلة الجاذبية عشرة طبعا عندما تضرب عشرة في 1 من ألف سواحد مئة مئة الفثاح في 8 ستقسمها وبالتالي الكثافة ستكون دائما تقسم على الرقم الموجود مع المتغير سيكون 800 كيلو جرام لكل متر تكعيب لأنه هذه هي واحدة الكثافة في السؤال الآخر وهي في الصفحة الأخرى طبعا السؤال يتحدث لك أنها قطعة من الحديد أسقطت في ضورة إزاحة مملوء بالماء فكان وزن الماء المزاح 200 نيوتن لو اعتبرنا أن كثافة الحديد هي 7880 كيلو جرام لكل متر تكعيب أحسب طبعا هو طالب ثلاثة مطاليب المطلوب الأول هو حجم قطعة الحديد المطلوب الثاني هو وزن قطعة الحديد في الهواء والمطلوب الثالث قوة الطفو طبعا عزيزي الطالب في البداية هنا لابد أن تعرف المطيط أول شيء قال لك ما ماء كثافة الماء 1000 كيلو جرام لكل متر تكعيب هذا بالنسبة لكثافة وزن السائل المزاح تعني قوة الطفو من ألفاظها 200 نيوتن ومعطيني كثافة الجسم هي 7800 من روية الحجم طبعا عزيزي الطالب هنا لا يوجد الوزن في الهواء ولا يوجد الوزن الظاهر فبالتالي لا نستطيع أن نستخدم الشقة الأول من القانون سنستخدم الشقة الثانية من القانون قاف تساوي حافثة في جين طبعا هذه للسائل فالوزن السائل المزاح هو قوة الطفو وهو عبارة عن 200 الحجم مطلوب الكثافة السائل الماء عجلة جاذبية 10 طبعا هنا 1000 ضرب 10 هو 10,000 فعلى الحجم طبعا هنا 200 سنقسم على 10,000 على 10,000 فبالتالي الحجم سيكون 2 من 100 متر تكيب طبعا هنا يريد منك وزن السائل المزاح أو وزن الهواء طبعا نحن نقاف طبعا معروفة لدي وأستطيع من خلال عن الجيب لكن هنا عزيزي الطالب الوزن في الهواء تحدثت لك في البداية الفيديو عن أن تستطيع أن تأتي إليها بشكل مباشر عن طريق واو واو تساوي حافثة في جين ثاهدي لمين للجسم والجسم حديد طبعا الحجم أتينا به وهو عبارة عن 2 من مئة كثافة الحديث سبعة تلاف وتمانمئة سبعين وعجلة الجاذبية عشرة فبالتالي أعزيزي الطالب سيكون الجواب بشكل أساسي هو مئة ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون حسب طبعا المطلوب هو بنيوتن طبعا الوزن قوة الطفو طبعا قوة الطفو طبعا قوة الطفو هي نفسها وزن السائل المزاح وهو 200 نيوتن طبعا من الأسئلة التي مرت سابقا وسأعرضها هنا طبعا في هذه الملزمة طبعا سأترك لكم في صندوقكم الوصف في تفاصيلها لأن قمت بحلها وشرحها قبل عدة سنوات لكن هنا سؤال كرة من الحديد غمرت في سائل كان وزنها الظاهر 25 نيوتن وكان وزنها في الماء 50 نيوتن طبعا وزنها الظاهر في السائل ووزنها الظاهر في الماء إذن هناك وزنين ظاهلا ووزنها في الهواء 100 نيوتن أوجد كثافة السائل طبعا عزيزي الطالب هذا السؤال سيكون حله كالتالي طبعا المعطيات هنا الوزن الظاهري في السائل هو 25 نيوتن والوزن الظاهري في الماء هو 50 نيوتن والوزن في الهواء هو 100 نيوتن يريد طبعا كثافة الماء معروفة وهي 1000 كيلو جرام يريد كثافة السائل طبعا هنا بما أنه يوجد نوعين من السوائل وهو الماء والسائل إذن هنا سنقوم بالعمل في البداية مع المعروف وهو الماء ولا نتعمل مع السائل المجهول والماء عزيزي الطالب هنا سقاف تساوي واو ناقص واو الشرط أو الوزن الظاهري لماذا بديت في هذا القانون لأنه أعطاني الوزن في الهواء وأعطاني الوزن في الماء فبالتالي أستطيع أن أأتي بقوة الطفو وهي 50 نيوتن ومن خلال قوة الطفو الشقة الثانية من القانون وكثافة سأستطيع أن أأتي بالحجم فهنا 50 الحجم كثافة الماء 1000 عجلة الجاذبية 10 سيكون هنا 10 ألاف في الحجم وهنا 50 سأقسم على 10 ألاف سأقسم على 10 ألاف فالحجم سيكون 5 من ألف متر تكريب هنا سأرجع نفس الخطوات لكن لمن للسائل هنا للسائل فبالتالي هنا 100 ناقص السائل كام 25 سيكون 75 نيوتن طبعا قاف ستساوي حافثة لمن للسائل وهو مطلوب طبعا الحجم لا يتغير وهو 5000 كثافة السائل المطلوبة عجلة الجاذبية 10 قوة الطفو 75 بالنسبة لهذا الجسم 10 ضرب 5000 سيكون 500 في الكثافة 75 سأقوم مقسم على 500 دائما على 500 الكثافة هنا عزيزي الطالب سيكون 1500 كيلو جرام لكل متر تكريب طبعا هذا من الأسئلة التي وردت في الكتاب طبعا من الأسئلة التي أيضا ترد في عدة أنواع من الأسئلة طبعا كل هذه هي عبارة عن تطبيقات مباشرة لكن لو أردنا مثلا أن نقول لك من أسئلة الكتاب تقريبا يوجد سؤال وهذا السؤال في صفحة عشرة أو صفحة 82 أو 83 لا أذكر لكن هو سؤال عشرة في أسئلة الوحدة تقريبا في صفحة 83 أو 84 حسب الطبعات الموجودة لديك أن هناك وعاء والوعاء الأول ألف وزنه 5 نيوتن بالماء الموجود به الوعاء الثاني وهو لا يغير معروف الوزن لكن أنا أعرف الوزن الظاهري تقريبا 2 نيوتن أعطاك هنا مكعب المكعب الذي سيتم غمره في الماء حجمه 5 سنط طبعا لا تعمل بالسنط سيكون بالمتر 5 على مئة سيكون خمسة من مئة متر طبعا يريد منك في البداية كثافة المكعب و ثم قراءة الميزان في با طبعا في البداية عزيزي الطالب لا بد أن نأتي بالحجم طبعا الحجم لأنه هنا مكعب سيكون طول الحرف تكعيب لأنه عزيزي الطالب نحن نعرف أن الحجم هو طول الضلع في نفسه ثلاث مرات فبالتالي هو خمسة من مئة بعد ما حولناه لمتر ستكعيب سيكون عزيزي الطالب بشكل أساسي هو عبارة عن أرقام طبعا هذه الأرقام واحد فاصل خمسة وعشرون ضرب عشرة والسالب أربعة متر تكعيب طبعا هنا قوة دائما المعطيات هنا واو ماقص واو شرطة الوزن الضاهي يساوي حافثة في جيم طبعا هو قال لك ماء فالكثافة ألف عجل الجاذبي عشرة الحجم معطيني إياه وهو قومنا بحسابه واحد فاصل خمسة وعشرون من ماء ضرب عشرة والسالب أربعة وهنا الوزن الظاهي الثنان والوزن الحقيقي لماذا قمنا بهذه الأشياء لأنه نحن نعرف أن الوزن الحقيقي هو عبارة عن حافثة في جيم لمن للجسم فبالتالي أنا الحجم معطوني والعجل الجاذبي لابد أن أأتي بالوزن الحقيقي حتى أستطيع أن أكمل الحل طبعا هنا أربعة أصفار لأنه واحد اثنان ثلاثة أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة مع عشرة والسالب أربعة سيكون هنا واحد فاصلة خمسة وعشرون من مئة والاثنان سنقوم بنقلها على الطرف الآخر سيكون واحد فاصلة خمسة وعشرون زائد اثنان سيكون ثلاثة فاصلة خمسة وعشرين نيوتن هذا الوزن فبالتالي الوزن الحقيقي ثلاثة والحجم الكثافة مطلوبة عجلة الجاذبية عشرة سنقوم بضربها سنقوم ضرب عشرة وسالب ثلاثة وهنا ثلاثة سنقوم بالقسم الطرفين على عشرة وسالب ثلاثة على دائما أقسم على المجهول ووضع أقواس من أجل الآلة الحاسبة فبالتالي الكثافة عزيزي الطالب ستكون كما طبعا كثافة الجسم هي عبارة عن تقريبا 2600 كيلو جرام لكل متر طبعا بالنسبة للجزء الثاني وهو الوزن بالنسبة لقراءة الميزان قراءة الميزان عزيزي الطالب هي عبارة عن وزن الوعاء زائد وزن الماء المزاح ووزن الماء المزاح مئة وخمسة وعشرون فيكون عبارة عن ستة فاصلة خمسة وعشرون نيوتن عزيزي الطالب هدفي قراءة طبعا هكذا نكون قد أنهينا هذا الفيديو سريع إن أعجبكم لا تترددوا أن تدعمونا بذل رأي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر